سؤال بقى مهم لكل الناس اللي بتفتش ورا الناس اللي عايزين يعرفوا تفاصيل الحياة اللي عندهم فضول في جروبات الأصحاب في العائلة ما بين الزجين في الزملاء العمل في كل العلاقات تخيل فضولك المهم ده اللي انت تتعرف أسرار الناس ماذا لو حاسبك الله عز وجل على ما أخفيت في قلبك لو ربنا بقى حيحسبك مش انت عايز تعرف مش انت بتفتش مش انت بتدور مش انت بتسأل لو ربنا بقى سبحانه وتعالى حاسبك على ذلك علف نفسك الوضع هيبقى عامل ازاي كان هيكون يعني الأمر سبحانه وتعالى لا نصيكو طب يبقى ايه المقصود بان تبدو ما في أنفسكم او تخفوه يا حاسبكم به الله المقصود ان ده حكم إلهه وبعدين خفف بعد ذلك يعني انا لو نويت شر ربنا هي حاسبنا عليه لو نويت الذنب ربنا هي حاسبنا عليه لو فكرت في شتيمة معينة في بعض الناس كده بيبقى فيه بيشتم جوه عقله ربنا هي حاسبه عليه فالصحابة قالوا ان هذا أمر لا نطيقه ده خيالي مين اللي بيقول مش هنطيق الأمر ده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما آمنوا وأقروا بذلك نزل التخفيف من الله لا يكلفه الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت لو اللجوة ده تترجم زي محرقك قلت الفعل وسلوك يتحاسب عليه لو ما تترجمش لسلوك وفعل لا يحاسبه عليه كان الشيخ الشعراوي ليه يعني خاطرة في الموضوع ده قال ان النفس ليها دراجات كتير آخرها فكرة العزم اللي هو إذا عزمت فده بقى المرحلة اللي ربنا بيحاسب عليها اللي هو خلاص أنا عزمت هعمل الشر اللي هو خلاص بيعدله العدة وبنتقل من فكرة اللي هي مجرد نية أو فكرة عابرة لفعلا لتطبيق فبيقولك دي المروحة اللي بتزي بيها الحساب هو حتى في الأمور الشر لو الإنسان عزم على الشر زي ما حالت ذكرتي وبعدين خاف من ربنا ورجع شوف لطف ربنا والله العظيم ربنا جميل اللهم إنا نحبك فأحبنا فالإنسان عزم خلاص هينفذ المعصية وخاف من ربنا ورجع تكتب له حسنا لا مش بس إنه هو معملهاش لا ده ربنا يجازيه على هذا الرجوع ذلك المؤمن لا يتمدى في الذنب بل يرجع من قريب طيب لو واحد عازماء وده دي نقطة مهمة جدا إنه هو يعمل ذنب وبعدين تراجع ليس خوفا من الله هو كان راح يقابل حد علشان راح يسرق مثلا ولأ في كمين لأ في كمين فرجع فهو مستنى بقى الفرصة تجيله يعني صح يأخذ عليه ذنب ذنب لإيه؟ العزم هو ما تراجعش كأنه فعل ولذلك إذا عزم المؤمن على طاعة كتبت له حسنا تبلغوا عملها كتبت له عشر عشر حسنات ربنا كريم سبحانه وتعالى سبحان الله فيه سؤال هيجي يخطر في أزهنة يعني أنا أفضل على عمية وحس إن فيه ناس بتدبر لي أو فيه حاجات بتحصل من ورايا وأنا مفتش وراها مش جيسة زاجة والله شوفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيقولينا في الأمر ده إيه؟ طبعا العلاقات درجات ودواير مش كلها بنفس الهمية ونفس الـ يعني إحنا ما بيقولش للإنسان بقى شوف الشر بيتعامل قدامك ونام قريرة العيني لا يعني الإسلام تعامل مع هذا الأمر بمنطقية وزي ما الدول بيتعامل مع بعضها وفي العلاقات اللي هي الكبرى يعني العلاقات الدولية ولكن في العلاقات الاجتماعية ما بين أقرب اتنين اللي هما بيه؟ زوكي قال صلى الله عليه وسلم إذا شككت فلا تحقق إذا شككت فلا تحقق فلا تحقق ده حديث؟ ده حديث عالمه صلى الله عليه وسلم ده حديث حلو قوي شوفي عمد لما تشك ما تفتش بس ما تسكتش أمال إيه بقى؟ تاخد إجراء تأكيد الشك والتجسس حيودينا لفشل العلاق لانتهاء صح ولكن اتخاذ الإجراءات يعني إحنا بنتكلم على أدقل إيه؟ العلاقات العلاقة الزوج بزوجته واحد شك في زوجته يعمل إيه؟ يحط لها بقى أبليكيشن على موبايل يسجل لها المكلمات ولا يحط كاميرات في البيت ولا يعمل كذا لا ما تعملش ده لأن هذا حرام حتى لو هي بتخطئ هذا حرام لا يجوز تجسس من الكبائر آه من الكبائر ولكن خذ إجراءات بمعنى إيه؟ أنت شاكك أن هي في الشغل ده في حاجات بتتم مش كويسة ما تروحش تفق معنا ما تروحش تروح مكان تاني الصحبتها دي مش عارف فيه كذا خلاص يبقى فيه إجراء يتم يمنع الشر يمنع الشر بالضبط إنما نقعد نتتبع نتتبع لأن في بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا قعد تتبعها سنتين وهي ما كانش فيه حاجة طول السنتين ما هو مساكش حاجة في إيده ولكن هي أخطأت مرة فهو بيحسبها على السنتين الشكل اللي في قلبه بالضبط فلذلك الزوج إن تشك في زوجك أو في تصرفات الزوج لا تحقق في هذا الأمر إذا شككت فلا تحقق ولكن خدي إجراء يعني لتتصل بي بعض النساء أنا شك أن جزء بيعمل كذا وكذا وكذا والله أعودي معاه وقول له أنا قلبي مش متطمن عايزك تريح قلبي أنا حسه أني فيه كذا لو سمحت يعني راعي كذا لأن فيه بعض الأزواج بيعمل أمور بتبقى ظاهرة مش مخفية يعني بيتكلم مع واحدة بطريقة معينة جزء منها ظاهر والباقي باطن والباقي باطن فده بيخلي الست يعني تبقى في حتة تانية خالص أقول له هقول له كذا أنا فوضت أمري فيك لله ما تدوريش ولا تفتشي ما تدوريش ولا تفتشي أنا فوضت تفتشي